اشتركوا في القناة وحكينا وقتا أنه جزء كتير كبير بيعتمدوا بهذا البحث هو النص أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على الأئمة على يوم السلام بالأسماء طبعا لهذا النص ما بيتفقوا معنا فيه المسلمين عموم المسلمين فهون نحن فيه مشكلة مثلا إذا حدا فرضا جاي من بره برية الواقع الإسلامي وإجا على بد يفوت يعتنق الإسلام مثلا خيب شاك بيتطلع به نظرة هول نظرة هول نظرة هول نظرة هول نظرة هول طيب نحن كيف منقدر مثلا لهذا الشخص اللي جاي جديد على هيدا الواقع الإسلامي منقدر نقل له والله ليك الخلفاء هني 12 واحد وهني فلان وفلان وفلان مع أنه أغلب المسلمين ما بيقبلوا بالنصوص اللي موجودة عندنا اللي هي بتسمي الأئمة بأسماءهم طيب شو منقدر منعمل ساعتها نحن فهو البحث اللي بدي أحكي عنه اليوم إن شاء الله المفروض ياخد معي إن شاء الله مش أكتر من 45 دقيقة هو كيف نحن منقدر باللي وصلنا باللي موجود بالتاريخ كيف منقدر إذا ما بديش أقول نثبت الإمامة للأئمة الـ 12 اللي نحن نعتقد فيهن كشيعة إمامية على القليلة يفهموا مثلا أهل السنة إنه لا نحن أئمتنا مثلا هني لا أئمة المسلمين يعني على القليلة يفهموا إنه نحن هذه الإمامة ما اخترعناها إذا كان مثلا فيه نوع من الشك بالروايات اللي مذكور فيها أسماء الأئمة بالتسمية لا كيف نقدر نحن نحارج ونناقش بالتاريخ اللي وصلنا بالكتب عموم المسلمين إنه لا أئمتنا هني اتباعنا لهالأئمة هو اتباع حق هو منه على القليلة منه باطل كما يتهمون من كثير من الناس فإذا بنا نحكي عن موضوع الإمامة من غير هذا النص أو الخلافة سميناها الخلافة طبعا هلأ فيه كلام عن الإمامة بيحكي الشهر الثاني بالملل والنحن بتاريخ بيقول إنه ما سلة سيف مثل ما سلة ما سلة سيف في الإسلام مثل ما سلة في الإمامة المسلمين على مدى التاريخ أو بعد رحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل رحيل الرسول كان فيه خلاف كان يصير فيه خلافات يقال إنه أكتر خلاف عمل دموية بين المسلمين هو الخلاف على الإمامة طبعا لما ابن عباس بيقول مثلا إنه الرزية كل الرزية ما حالة بين رسول الله والكتاب اللي بدي يكتبه رزية الخميس سموها رزية الخميس اللي هو بيوم الخميس رسول الله كان على فراش موته في مرضه وأمر بإنه ايتوني بدوات وكتاب أكتبوا لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي مثلا فقال أحدهم إنه النبي لا يهجر فهون المسلمين بيقولوا إنه شو هو هذا الشيء اللي النبي كان بدي يكتبه لحتى المسلمين بعدا ما يختلفوا يعني نحن زي نطلع على شو هو أصل الخلاف بين المسلمين شو هو أصل الخلاف بين المسلمين اللي هو لو رسول الله كتب هيدا الكتاب ولو خلوه يكتب هيدا الكتاب كان مصار هيدا الخلاف إذا بترجع كل الخلافات بيطلع أصلا هو الإمامة بيطلع أصلا إنه نحن من مين عم ناخد ديننا ما هيك؟ فلان بياخد دينه من الخليفة الأول أو التاني فلان بياخد دينه من علي بن أبي طالب عليه السلام فلان بياخد دينه من فلان من فلان من فلان مقصمة الأمة اختلف طبعا في عندك آراء مثلا بتقولك أنه يمكن ابن تيمية بيقول أنه رسول الله كان بدي يكتب اسم أبو بكر للخلافة يعني هو بيقول أنه رسول الله كان بدي يحكي عن الإمامة من بعده أو الخلافة من بعده بهذا الكتاب اللي منعوه أنه يكتب ولكن مصداق هذا الادعاء بيقول أنه مين أبو بكر ولكن الأمة منعت بغض النظر فصار في خلافة جاي فنحن إذا بدنا نثبت إمامة هؤلاء أمي الاثناش عليهم السلام للمسلمين أو مثل ما قلت لحدا جاي من بره على هيدا الواجهة الإسلامية هيدا الواجهة الإسلامية المفروض الطرق اللي نثبتها هي الطرق أو القرآن ما هاك أو السنة النبوية اللي هي قول النبي عمليا فهلأ حديث اللي مننا نعتمد عليها من السنة هلأ بالقرآن ما ورد أسماء لأمي طبعا فيه اتجاه بالتشيع بيحكي عن أنه أسماء الأمي ورد بالقرآن ولكن مثلا في إمام خمينة عنده رأي بيقول أنه لا أسماء الأمي مش موجودة بالقرآن ما في من أسماء الأمي مش موجودة بالقرآن والدليل أنه النبي لما وقت وفاته كان بدي يكتب كتاب اللي هو خاصه بتعيين هاد الأمي لو كان واضح بالقرآن ما كان اضطر يعمل هكي حركة أو هكي خطوة النبي صلى الله عليه وسلم طيب فإذن الأحاديث نحن ما بدنا نعتمد عليها هي المفروضة تكون أحاديث أولا صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا نويردي بكتب غير الشيعة ما فيك أنت مثلا تجي تتكل على كتب الشيعة لبيان إمامة الشيعة ما هيك لحتى نكون أمينين علمية ثالثا بدأ تكون إذا كانت هايدي روايات مروية عن لسان رواية أهل السنة مثلا واللي ما ثبت أنه هن موالين لأهل البيت عليهم السلام فهيدا موضوع بيأوي هيدا النقاش طبعا ما بيكفي أن هالروايات تكون موجودة بكتب أهل السنة هيدا مغالطة كتير بيقعوا فيها اللي بيناقشوا بمواضيع مثلا خاصة بالاحتجاجات أنه انت موجود بكتبكن واحد اثنين ثلاثة طب ايه موجود بكتبنا خير بس ما بنقبلها مثلما نحنا بالشيعة عنا موجود بكتبنا وبتلاقي الأخصام بيحتجوا علينا بكتير أمور خصوم أنه انتوا مكتوب بكتبكن لك واحد اثنين ثلاثة وكتير من علماء الشيعة ما بيقبلها مثلا فمش مجرد أنه والله ورود رواية بكتب السنة هي والله حجة عليهم لا هيدا الروايات مفروض تكون معتبرة مفروض تكون واضحة مفروض تكون نجمع عليها فهيدي قواعد عامة المفروض نبلش فيها لهيدا البحث هبلش بسرد لأحاديث نبوية اللي هي متفق عليها بين المسلمين متفق عليها بين المسلمين بأكتر من طريق يعني هلأ هذكر كم وحدة بس هني يقينا مش بس هالأدي يعني هني مروية بكثرة بإفاضة يعني مستفيضة بأكتر من طريق بصحيح البخاري عن جابر بن سمورة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون اثنى عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقلت لأبي ماذا قال قال كلهم من قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب البخاري ورواية صحيحة أنه رسول الله عين أنه من بعده فيه اثنى عشر خليفة أو أقر أو قال أنه فيه من بعده اثنى عشر أمير سماهن أميرا اثنين بصحيح مسلم الحديث نفسه بس من طرق مختلفة عن جابر بن سمورة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى ينضي فيهم اثنى عشر خليفة فهون سماهن خليفة طبعا فيه رواية تانية بتذكر رجلا أميرا خليفة رجلا ولكن رقم اثنى عشر موجود ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي قال كلهم من قريش صحيح مسلم هل هنا رواية تانية عن مسروق كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرؤنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة سألتوا أنتم من بعدك في خليفة كم واحد فقال عبد الله بن مسعود ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله فقال اثنى عشر كعدة نقباء بني إسرائيل هذا بالقرآن مذكور أنه نقباء بني إسرائيل اثنى عشر نقيما طيب هلأ في بدي أذكر يعني هيدا هيدا الأحاديث بشكل عنه طبعا موجودة بكتير كتب موجودة بكتير منقولة من كتير من كتير كتب كمان بس هكتفي هلأ بهيدا ملاحظة هون صغيرة أنه محمد بن عبد الوهاب مثلا اللي هو مؤسس سيدة المذهب الوهابي أو الفكرة الوهابي بيحكي عن مصادقه 12 يعني هو بيقول أنه هن فيه 12 خليفة بعد النبي بيحكي عن هون مصادقه بيقول مثلا ولم تجتمع الأمة من بعده من بعد رسول الله عفوا من بعد شخص معين اللي هو عم يحكي عن هشام بن عبد الملك على إمام واحد إلى اليوم وهو آخر الخلفاء الاثنى عشر الذين ذكرهم النبي يعني هون محمد بن عبد الوهاب بيعتبر مين هشام بن عبد الملك أنه هو هذا آخر خليفة من المتفق عليهم يعني هو مين بيقول الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي معاوية يزيد بن معاوية عبد الملك بن ورون وأولاده هاك وإلى هشام بن عبد الملك هولي عندهم أنه هولي من الاثنى عشر خليفة طوام صداق طبعا بالكتاب المقدس كمان بسفر التكوين الآية عشرين الواحدة وعشرين في ذكر للرقم اتنعاش يقول وأما اسماعيل فقد سمعت قولك فيه وها أنا ذا أباركه وأنميه وأكثره جدا جدا ويلدوا اثنى عشر رئيسا وأجعله أمة عظيمة بالكتاب المقدس هذا الرقم اتنعاش كمان موجود فهون ابن تيمية بيعلق هذا الحديث بيقول أنه لا يزال هذا الدين عزيزا في حديث عن النبي بيقول لا يزال هذا الدين عزيزا ما تولى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش فهون كمان روايات بتقول كيف النبي عن بحدد اتنعاش بحدد أن من قريش هيده بشكل صريح فبيقول ابن تيمية وهولى الاثنى عشر خليفة هم المذكرون في التوراة حيث قال في بشارته بإسماعيل وسيلد اثنى عشر عظيمة الآن بيكمل ابن تيمية شوف شوف بيقول برأيهم فمن ظن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقدوا الرافضة امامتهم فهو في غاية الجهل فأن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب يعني هنا ابن تيمية بالنسبة له لما النبي يقول أنه هذا الدين عزيزا بالنسبة لابن تيمية عزة الدين هي شو هي الحكم اللي صح لمعاوية وأولاد معاوية والأمويين بيكمل أنه هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب ومع هذا لم يتمكن في خلافته من غزو الكفار ولا فتح مدينة ولا قتل كافرا شو قداش عنده على علي بل كان المسلمون قد انشغل بعضهم بقتال بعض فبجعب يحكي والمقصود هنا أن الحديث الذي ذكر فيه الاثنى عشر خليفة سواء قدر أن علي اندخل فيه أو قدر أنه لم يدخل يعني حتى هو مش هلقدي أنه جازم أنه علي من أصل هو الاثنى عشر خليفة خلاصة أنه مصادق اثنى عشر خليفة موجودة بين المسلمين مش بس عند الشيعة أبدا فهذا متفق علي بين المسلمين هيدا اثنى عشر من قريش طب هون فيه تساؤلات نحن أنه تطلع أنه طيب هول الاثنى عشر مين هني النبي زكرهم أو ما زكرهم هول الاثنى عشر معصومين مثلا أو مش معصومين هول الاثنى عينوا بالتنصيب أو بطريق آخر يعني النبي لما قال اثنى عشر خليفة عم بيقول أنه عم بينصر اثنى عشر خليفة من بعده ولا عم بيقول نوع من الإخبار بالمستقبل أنه لك فيه من بعده حيكون فيه اثنى عشر خليفة مثل ما بيقول مثلا تصيروا ملكا عضودا مثلا الخلافة وثلاثين عاما ثم تصيروا ملكا يعني إخبار عن المستقبل سؤال الرابع هل بيناتهم تسلسل زمنة هول الخلفة أنه هول خلفة هل أنه فيه فاصلة زمنية بيناتهم مثلا هل هن بيعرض بعضهم مع بعضهم بنفس الوقت هل فيه اثنان ثلاثة خمس خلفاء يمكن هل هن من نسب واحد أو لا طبعا الروايات حددت قريش طيب قريش مين هل هن من أمية أم من هاشم إذا من هاشم هل هن من العلويين من غير العلويين وإلى ما هنالك عباسيين مثلا هل الإمام الثاني عشر ولد أو ما ولد هل هو حي إذا ولد أو لا فهي أسئلة الروايات ما بينات الروايات اللي متفق عليها بين المسلمين ما بينات أجوبة على هذه الأسئلة نعم روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر أنه هن موجودون إلى قيام الساعة هن عملهم بالهدى والحق هن الثبات حكي عن الثبات على الحق شاي فخليني أحكي بس بعد كم إكزامبل عن تطبيقات الحديث جلال الدين الصيوطي المعروف بتاريخ الخلفاء بيقول قلت وعلى هذا فقد وجد من الاثنى عشر خليفة الخلفاء الأربعة بعد الخلفاء الأربعة هو أربعة الحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء ثمانية ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي من العباسيين لأنه كان فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية فهن عم بيطبقوا هيدا الحديث ليلاقوا أنه مين هو هيدا الخليفة التامن أو التاسع فعمر يحتمل أنه المهدي المهتدي العباسي واحد منهم وكذلك الظاهر لما أوتيه من العدل وبقي الاثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من آل بيتي محمد فهن عم بيطبقوا مواصفات الخلفاء على التاريخ تاني مصداق أنه ابن كثير الدمشقي بعد من الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي الحسن عمر بن عبد العزيز المهدي الذي يخرج في آخر الزمان وهو آخرهم طبعا هنه بقولوا المهدي هذا الخليفة الأخير ولكن المهدي اللي بيقولوا فيه غير المهدي اللي بيقولوا فيه الشيعة طبعا بتصريح الفريقين هؤلاء سبعة ولم يحدد ابن كثير من هم الخمسة الباقون بل اكتفى بقوله أنه وجد منهم طائفة من بني العباس وأنه سيكون بعدهم بعضهم فيما يشتقبل من الزمن طيب مصداقتين الشيعة معروفين بيعتقدوا أنهن الآن متسلسلون زمنيا من ولدي علي وفاطمة ومن نسل إمام حسين عليس غيره ابن تيميل احكينا قبل شوي أنه بيعتقد الأربعة عندك معاوية يزيد عبد الملك بن مروان وووو إلى هشام بن عبد الملك مصداقتين مثلا في الناس في حديث عن رسول الله أفضل القرون قرني فبيقولوا أنه الخلفاء كلهم المفروض يكونوا بالقرن الأول إلى آخر طيب نحن ذكرنا بالأول أنه مشكلة الخلاف يعني هلأ أنا وياكن بهذا العصر شو بيهمنا يعني شو هو نحن كيف موضع ابتلاء أنه من كان الخليفة السياسية طيب الخلافة السياسية صارت بعد وفاة النبي صار اللي صار ما هيك أخذها أبو بكر طيب أنا وياك هلأ أنه يعني شو هل موضع الابتلاء أنه من خلف ما هيدا حاد فيه صارت بالتاريخ مثلا كيف أنا وياك منتأثر هلأ بهذا الزمن التأثير بيكون أنه نحن عن مين مناخد الدين مثل ما نقلت أنه الاختلاف لما اختلفوا المسلمين عن مين أخدوا دينهم هيدا هو اللي نحن بدنا نقوله بالإمامة يعني نحن لما نتبع الأئمة هول 12 نحن عشان شو عم نتبعون أنه هن يابا أنه لازم يكونوا مثلا أنه هن الخلفاء السياسيين ولا لا نحن عم نقول أنه نحن مناخد ديننا عن هول طيب أنا فيه نقطة أنه الصحابة على أيام النبي يذكر أنه فيه أكتر من مئة ألف صحابة فيه رامطه مئة وعشرين ألف صحابة ولكن اللي روه حديث عن النبي من هول المئة وعشرين ألف أو ما يفوق عن المئة ألف لا يتعدوا الألف ومئة تاني هولي رواة الرواة عن النبي فيه دائرة تانية اللي هن أقل من هول اللي هن بكتقول مجموعة من الطبقة الأعلى من هول اللي هن كمان كانوا رواة بشكل أكدر استفادوا أكدر هنا فيه دائرة التالتة اللي هن فينا نسميهن المفتين من الصحابة المفتين وهن قل قليلي ولم يتجاوزوا العشر يعد منهم عمر علي من أبي طالب عليه السلام عبدالله بن مسعود عائشة أم المؤمنين زيد بن ثابت عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر هول هل المصدر إعلام الموقعين من رب العالمين باب المكثرون للفتوى من الصحابة هول المكثرون للفتوى من الصحابة هول السيركل من الصحابة هالدائرة هن كانوا معروف منهم أنه هن أصحاب فتوى أصحاب فتوى مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقال أنه كان هو يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صحابة كانوا يخالفوه ما كانوا يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم نحن نحن نتبع ساعتها هون عم بيحكي أنه من وين من ياخد ديننا المتوسطون في الفتوى كان مثلا أبو بكر أم سلمة أناس هو المتوسطون في الفتوى والباقيين مقلون في الفتوى طيب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في حديث نبوي طبعا من طرق السنة كمان يذكر عن هذا الموضوع أنه نحن إذا بدنا نتبع أو بدنا ناخد ديننا عن مين بدنا ناخد ديننا في مسنى الأحمد حدثنا أسود بن عامر أنا سأتجنب أذكر التفاصيل عن المصادر مصادر موجودة كتبتها بس عشان الوقت إذا حدا بدوا إياها طبعا ما عندي مشكلة أعطيها إن شاء الله بالإخير حدثنا أسود بن عامر حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر عن زيد بن يفيع عن علي قال قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك قال هذا الحديث ذكرته الأسبوع الماضي أو اللي قبله إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا وراغبا في الآخر وإن تؤمروا عمرا تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لوم تلائم وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم طريقة المستقيم نحن بكل بساطة إذا اتبعنا علي بن أبي طالب هو لأنه أيضا الشخص يأخذ بنا الصراط المستقيم بتصريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث مروية بطرق متعددة من كتب إخواننا السنة أهل السنة طبعا الأحاديث المعتبرة المقبولة المصححة طيب فنحن لما يقولوا تشيع يعني شو التشيع يعني هلأ إذا نحن نسأل حدا شو يعني تشيع بعقل كتير من المسلمين للأسف يعني ما كتير واضح عندهم تشيع شو يعني إذا بكتقول أدنى التعريف إذا بروح بالتاريخ لأبان بن تغلب المتوفى 141 للهجرة بيعتقد صاحب الإمام الزين العبدين والباقر والصادق عليه السلام يقول أبان بن تغلب أتدري من الشيعة؟ الشيعة هم الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذوا بقول علي عليه السلام وإذا اختلفوا عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد عليه السلام لهو إمام بهذاك الزمن يعني من وين بتاخد دينك بعد رسول الله هيدا تعريف التشيع أبسط يعني هيدا أول مراتب التشيع طيب هلأ طبعا الصحابة نتمنى كانوا يختلفون وهون ملاحظة وللأسف يعني عند عوام الشيعة نظرة للصحابة إجمالا فيها نوع من السلبية أكتر من الإيجابية فيها نوع من السلبية أكتر من الإيجابية بسبب أنه والله كان فيه عندنا ملاحظات على بعض الصحابة اللي هو كمان بالقرآن يعني القرآن كمان حكي أنه فيه صحابة كانوا منافقين فيه صحابة كانوا من من الخلص الخلص ولكن نحن مئة وعشرين ألف صحابة للأسف لوناهن كلهم بلون واحد أو أغلبهم بلون واحد صنفناهن أو منافق أو مؤمن ما هيك وللأسف هيدا مش رأي أهل البيت أبدا على يوم السلام صح كان فيه صحابة منافقين بتعبير القرآن صحيح ولكن إذا منروح مثلا بالكافي وهذا بالكافي كتاب معتبر عند الشيعة طبعا بفضل العلم كتاب فضل العلم عن 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 منصور بن حازم قلت قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام ما بالك أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيءك غيري فتجيبه بجواب آخر فيها بجواب آخر فقال إن نجيب الناس على الزيادة والنقصان يعني بحسب علمهن قال قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله حد عم يسأل المام الصادق أخبرني عن أصحاب رسول الله صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا قال صدقوا 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 إمام الصادق عم بقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا فأجاب المام أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله فيسأله عن المسألة فيجيب فيها بالجواب ثم يجيه بعد ذلك بما ينزخ ذلك الجواب فناسخد إلى آخره فهون طبعا فيه بعد شوي بركي إذا فيه وقت بجيبها للرواية إنه تقصيم للصحابة من رواه عن رسول الله مش إنه والله واحد نافق وكذب وواحد صدق لا فيه بيناتهم كتير ولو صار فيه خطأ أو عدم إصابة الواقع على كل حال تقسيم الشيعي العام للصحابة بده يعني إعادة نظر خصوصا عند العوام للأسف بالرجوع إلى هيدا الأرض هيدا هي رواية كاتبة هلأ ما بعرف إذا خليني قلت عنها بس عشان الوقت هون يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بيحكي عن يعني أبان بيسألوا عن سولاين بكتاب سولاين بن قيص طبعا إذا فرضنا أنه كتاب سولاين معتبر وهيدا الكلام مكتوب أنه أمير المؤمنين عليه السلام بيقصم الرواة عن رسول الله أنه أولا رجل منافق مظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب إلى آخرين رجل سمع من رسول الله شيئا فلم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا غلط يعني فهمه غلط فهم شغلي غلط وما أصده يكذب وهو في يده يرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله نفكر أنه سمعك من رسول الله وصدقا هو نفكر حاله صح ولكن وهم طيب عندك مرتبة تيرتي ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم يعني النبي مثلا غير الحكم بهذا الزلم ما عرف أنه الحكم تغير ففي مجموعة من الصحابة هيك ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله بغضا للكذب وتخوفا من الله إلى آخره طيب فإذا إذا قال صحابي نحن إذا هلأ روينا أحاديث عن الصحابة غير أمير المؤمنين عليه السلام لازم نحن بعقلنا الشيعي أنه نرجع عادي هيدا الصحابة أنت بتقيمه على المباني التاريخية على المباني الرجالية إلى آخره يعني ما بيحق لك تجي تحكم أنه فيه عندنا مثل شو بيقوله نفور من الصحابة هيدا أبدا مش جائز أبدا مش جائز وهيدا بكلام أهل البيت عليهم الصحابة طيب فإذا الصحابة اللي رووا هيدا الحديث الاثنى عشر هن بعض الصحابة هن ثلاثة جابر بن سمر عبدالله المصعول أبو جحيفة وطبعا الروايات مذكورة من طرق الشيعة بكتب الشيعة مذكورة ولا خلاف في ذلك بين الشيعة طيب الآن في إشكالية تاريخية زكرت مرة برجع مذكورة هلأ أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بيحكي عن يكونوا بعد اثنى عشر أميرا أو خليفا وعلى ما يبدو من بعض الروايات أنه هيدا الكلام وقع في حجة الوداع صار بحجة الوداع طيب أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقف بحجة الوداع بيقول أنه الأئمة من بعد اثنى عشر وبيحكي عنهم بيقول كلهم من قريش بيقول فيهم عزة الإسلام وا 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 كلهم مهديون يحملونكم على الهدى يحملونكم على طريق الحق طيب سؤال تاريخي منطقي أنه بين العشرة آلاف مخلوق اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حدا منهم قال يا رسول الله من هن هول مين هن هول 12 يا رسول الله سمى 12 وحدد قريش وما حدا سألوا أنه مين هن هول 12 الآن في احتمالات مثل ما ذكرنا هذه كل مرة احتمال الأول أنه مسألوا أبدا يعني رسول الله عم يحكي وعم يحكي للهوى ما سؤل هل هذا مقبول بالصحابي من صحابة رسول الله واللي كانوا يسألوا عن أشياء ان تبدأ لهم تسقهم مش هيك لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم كانوا يسألوا عن أشياء جد من مهمة فما سألوا عن هيك نقطة الاحتمال التاني أنه لا سألوا بس النبي مثلا ما جاوب يعني النبي طرح أشكاليات وحط بالناس معلومات وخلها غامضة والعياذ بالله وهذا غير مقبول في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو منقول ما ينتقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بتعبير بالقرآن كمان لقطعنا منه الوتين والنبي صلى الله عليه وسلم كلام مش كلامه قلو لما عم يبلغ كلام رب العالمين وإذا أمر بتبيان شيء بده يبينه فهون لا رسول الله بالاحتمال التالت اللي هو منقول إنه لا هو سؤل وأجيب وأجاب عفوا رسول الله سؤل صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب السؤال بيصير هلهم هو أن الأجوبة هذه الأجوبة وينها إذا ما نرجع للتاريخ في بعض النقاط التاريخية إنه بيجي هون مسألة منع تدوين الحديث بعض الأحاديث اللي ذكرتها المرة الماضية برجع بذكرها هلأ واحد منهم الحديث المروي عن عائشة مثلا زوج النبي بتقول قالت عائشة جمع أبي الحديث عن رسول الله أبو بكر وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا فقالت قالت فغمني فقلت عام تقول عائشة لأبوها أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك فلما أصبح قال أي بني هلم الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها فقلت لما حرقتها قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد اعتمنته ووفقته ولم تكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك هذه الدهبة بيذكرها بيت أذكرت وحفاظ هلأ هون نشوف أنه أبو بكر جمع الأحاديث هلأ هيد الأحاديث بحسب الرواية أنه أبو بكر بغض النظر عن حسن الظن وسوء الظن بغض النظر عن أسبابه صار بالتاريخ أنه أبو بكر على ما يبدو أحرق أحاديث الرواية بتقول أنه حديث أبو بكر قال أنه أنا أخاف أنه يكون فيها هذه الأحاديث اللي هي عندي وعم بنقول شي خطأ لأنه كان عم يحتمل الوضع وكان يكذب على رسول الله وقته فأحرقها طبعا بهذه الأحاديث فيه المنيح فيه عفوا فيه يعني فيه أحاديث أهل البيت عنهم السلام فيه الأحاديث اللي خاصة بالخلافة وغيرها فهون راحت بعض هذه الأحاديث وطبعا فيه شواهد تاني بخصوص كمان أن عمر بن الخطاب أنه عرف أنه ظهر في أيدي الناس كتب فاستنكرها فقال أيها الناس أعطوني كتبكم لحتى قومها وصلحها فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه خلاف مثل ما يقال أنه عثمان مثلا حب يجمع نسخة حتى لا يختلف المسلمون عن نسخة القرآن فأتوه بكتبهم إلى عمر فأحرقها بالنار قال أمنية كأمنية أهل الكتاب هون هيدي البحوث يعني كمان تاريخية لحتى تشوف أنه قد تدل على أنه لش الأسماء الـ 12 مش موجودة عند عموم المسلمين يعني ولو أنه موجودة عند عند الشيعة طيب هلأ نجي لهون أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بس حكي عن قريش وحكي عن 12 في تخصيص بعد خصصه من بعد هيك مثلا رسول الله هنا في مسند أحمد يذكر أنه عن 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 زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تاركم فيكم خليفتين هون تعبير خليفتين اللي مثله حديث الثقلين إني تاركم فيكم الثقلين فهون الحديث مروي أنه رسول الله يقول إني تاركم فيكم خليفتين شوف شون يا الخليفتين يا رسول الله كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعطرتي أهل بيتي وإنهما لي فترقا حتى يرد علي الحول يعني هون خليفة أول شو هو القرآن خليفة الثاني هو شو عطرتي أهل بيتي فهون حدد لما نجمع مع أنه 12 خليفة إنه عطرتي أهل بيتي لازم تكون هن شو الخليفتين هي وحدة أحد الخليفتين طيب هون بنجي إنه شو يعني العطرة معنى العطرة لما يقول رسول الله عطرتي أهل بيتي شو يعني العطرة وشو يعني أهل بيتي كمان هون في بحث رح أختصروا قدمة فيي لحتى إيجي للمواضيع اللي أهم شوي بالنسبة بس لدي الوقت طيب خليني أذكر بس عفوا خليني أذكر أحاديثين بخصوص أنه ليش نحن نعترف من عرف الخليفة أو اتباع الخلفاء على أنه شو من وين بناخد ديننا الطبراني بيذكر مثلا عن ابن عباس سمعت رسول الله يقول اللهم ارحم خلفاءنا قلنا يا رسول الله وما خلفائكم خلفائكم منهن فبيرد النبي الذين يأتون بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس يعني احنا لما رسول الله يقول خلافة إذا ما نفهم رسول الله شو أصده بالخليفة ما نروح منتطلع شو العالم فهمت شو يعني الخليفة أو هي شو برأي كلمة الخليفة هل هو والله هو الشخص اللي بيقعد بهذا الأصر لا رسول الله عم يقول هن الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس عشانا نحن لما نقول مناخد ديننا من مين بسبب هيك أحاديث مسند أحمد بن حنبل كمان قال صلى لنا رسول الله الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرقت لها الأعين ووجلت منها القلوب قلنا أو قالوا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فبقلهم رسول الله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى أن يقول فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا بس أنا ارحل هيكون في كتير خلاف طب يا رسول الله شو من عمل بهذا الخلاف لو من روح يقول فعليكم بسنتي عليكم بسنتي طبعا الناس اللي عاصرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرف سنته شايفته يصلي شايفته شو عمل هذه حج عليهم طب اللي مش عاصر مش معاصر للنبي شو بيعم يقول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين خلفاء راشدين مهديين طيب نرجع للبحث هلأ حقف في موضوع عطرتي أهل بيتي ولو أنه لغويا ابن الأثير بيقول عطرة الرجلي أخص أقاربه أخص أقاربه وعطرة النبي بنو عبد المطلب يعني هنعم بيقول لا يشمل الأزواج أزواج النبي من من العطرة نعم قد يكون أزواج النبي من أهل البيت بدليل مثلا أنه القرآن هذه طبعا بيستدلوا فيها بعض علماء السنة أنه بالقرآن بيقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الأي بتقول أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت بمعنى هون المرأة هي من أهل البيت ولكن هون العلماء بيقولوا أنه العطرة هون رسول الله العطرة أهل البيت هذا التخصيص بفيد كثير فبيكمل ابن ناثير بيقول أنه وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده نقطة هل يشمل النساء؟ ما يشمل النساء في حديث طبعا من العلامة الألوسة أنه مثلا بحديث الكساء اللي هو مروي كمان عند إخواننا أهل السنة أنه هل مثلا أم سلمة دخلت نعم بالكساء فأهل الكساء لهم مذكورين بآية التطهير هل أزواج النبي منهم أو لا؟ أرى بتقول أنه لا أن أم سلمة دخلت بعد دعاء النبي اللهم هؤلاء أهل بيتي وكذا وكذا وطبعا فيه هون بحث بموضوع آية التطهير نفسه أنه هل أنه المخاطب بإنما يريد الله المخاطب أن النساء اللي هن بلش فيهن الآية كمان هون فيه بحث ما راح تعرض له هلأ فإذن لحد هلأ فيه عندنا خلفاء 12 مهديون قريش فيهم عزة الإسلام ومنعتها وأنهم إلى قيام السعر طيب هلأ أهل البيت عليهم السلام لما نقول أهل البيت كمان هل هو خاص أم عام هل أنه أهل البيت عليهم السلام أنه أهل البيت للنبي بمعنى أزواجه أم أنه لا خصوص علي وفاطمة والحسن والحسين بدي أذكر بس كلام من الألوسي وعن أخبار إدخاله علي وفاطمة وابنيهما تحت الكساء ودعاؤه لهم وعدم إدخال أم سلمة أن هذه الأخبار هي أكثر من أن تحصى هنا واحد من الكبار المحققين أو العلماء عفوا السنة أنه أخبار وجود علي وفاطمة والحسن والحسين تحت الكساء حصرا أكثر من أن تحصى ولا يدخل فيهم أزواجه فيه اتفاق فيه كمان هون اتفاق بين بعض العلماء أنه الأزواج مش داخلين بهذه الأية التطهير هلأ هقف هقف رأي ابن تيمية ولو أنه بيرجع بيقول أنه أما كونه علي بن أبي طالب من أهل البيت فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين بل هو أفضل أهل البيت وأفضل بني هاشن بعد النبي وقد ثبت أنه أن النبي أنه أدار كساءه على علي وفاطمة وحسن وحسين طيب اللهم صلي على محمد وآلي محمد وعزي الفرج لحد هلأ إذا فيه أرضية منقدر نتفق معها مع أهل السنة بيه موضوع من هني هوا الخلفاء أو من هني بعض هوا الخلفاء هي هيد الأرضية لهني علي عليه السلام إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام بهيد الأدلة بأدلة أنه الاستخلاف أو الخلفاء الذين رسول الله صرح أو لمح أو بدك تقول ربطنا روايات ببعض أنه طلع أنه الخلفاء عندنا هني علي والحسن والحسين هو الأول الخلفاء فما يجي حدا يخذنا ويعتب علينا وما يفهم أنه نحن لاش مثلا اتبعنا علي وحسنا وحسينا كالخلفاء الأول طيب بيبقى الأأمة الباقيين اللي هني الأأمة التسعة طيب هون بروايات إخواننا أهل السنة ما عاش في آه كلام بهيدا بهيدا الصراحة أو بهيدا التصريح اللي بنقدر نقول والله ليكو هيد هول أأمتنا هني أأمة أو خلفاء مسلمين بكتبكن المعتبرة وبرواياتكن المعتبرة هون نرجع لموضوع أنه أهل البيت عليهم السلام هني نفسهم شو كانوا يقولوا طبعا ما فينا نجي نحن نثبت أأمة أهل البيت عليهم السلام نثبت مثلا إمامة الإمام الرضا ليش؟ لأنه الإمام الرضا هو قال أنه نحن الأأمة أو أنه لما الإمام الرضا بيقول رسول الله أنه عنانا خاصة أو إيانا عنى خاصة أنه النبي قال عن أهل البيت الـ 12 عننا نحن في روايات هيك طبعا بس إنت إذا كتجي عند حدا محايد ما قلنا ما فيك تجي تقول له عشان إمام الرضا قال إنه هو إمام فإذا هو إمام طبعا إنت ثبت بالأول إنه كلام إمام الرضا هو كلام حجي يأخذ به حتى تحتاج فيه على خصمك أو على أخوك بدي يشقول لخصمك يعني مثل عم تقول للواحد إنه إثبت لي إنك صادق بل لك عشان يصادق طبعا إذا بدي صدقك ما بدي أعرف إنك صادق بالأول فهون في شيء هذه إشكالية الدور سايكل يعني إنه لش الإمام هو إمام لأنه قال إنه أنا إمام ففي مشكلة طيب كيف هذه إشكالية الدور مندفع نحن يعني مثلا لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قبل هيك إذا قلنا مثلا أبو ذر قال كلم معينة أبو ذر قال إنه مثلا أنا فرضا تابع من أصحاب رسول الله أنا صاحب من أصحاب رسول الله أو فرضا قال أنا صادق طيب تجي بتصدقه أو ما بتصدقه طيب أنا لش بدي صدقه على أي أساس أنا بدي صدق رجل ما بعرف عنه شيء بينما مثلا لما نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول يبين إلى هيد الألباني إنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رسول الله عندي أول بتصريح إنه ما في أصدق منه هالزلم هون لما أبو ذر بيقول كلمة من قول إيه صحيح لأنه ليش رسول الله شهد وصار في حجي هون بصدق أبو بكر عفوا من صدق أبي ذر شو اللي عملنا نحن هون رجعنا لسنة النبي ما هيك لأنه قلنا إذا ما نرجع لقواعد سيبتي باتكون القرآن وسنة النبي أقوال النبي فهنا رجعنا لسنة النبي لنثبت هيدا الصدق مثلا طيب خليني يطبق هنا على أمير المؤمنين عليه السلام يعني أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لما بيقول إنه أنا أعلم الناس أو لما بيقول إنه رسول الله قال الرسول عني كذا وكذا نحن بنقبل منه أو ما نقبل في كتير من خطب أمير المؤمنين عليه السلام المروية أو كلام المروية لمنسوب لإله إنه لما بيقول قال فيي رسول الله هك وقال عني كذا وقال عني طيب يعني مثلا بيقول أمير المؤمنين إنه العهد النبي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق يعني أمير المؤمنين عم يروي رواية عن النبي والسند هو نفسه والروية عن نفسه فهون ما فيه نهيد الدور فيه إشكالية الدور إلا أنه والله حتى نثبت المرتب السابع أنه أمير المؤمنين عليه السلام مثلا أنه آية التطهير أو أنه علي مع الحق والحق مع علي ساعة منقول إيه يصح كلام الأمير ويؤخذ به لأنه رسول الله وضع هذه الحج طيب نرجع لآمتنا عليهم السلام الأمي الإمام زين العبدين عليه السلام إلى الإمام المهدي طبعا المهدي هون لأنه ما فيه تاريخ عنه كترجمة مثلا لأنه إمام غائب فنحن إذا ما نحكي عن الأمي خلينا نحكي عن الإمام زين العبدين الإمام الرابع للإمام الحادي عشر الإمام العسكري عليه السلام حنشوف أنه يعني بدك فيه نقول اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنه هول هول أسماء هول أمه هني كانوا من أئمة المسلمين بالمعنى شو؟ بمعنى العلم الإمامة يعني اللي كان متداول بوقتها مش بالمعنى الشيع إلى الإمامة بس لحتى هون أعمل تفري يعني كانوا يسموا تابعين كانوا يسموا تابعي التابعين يسموا من أهل البيت من أهل العلم أعلموا أهل زمانهم وإلى آخرين صحيح؟ طيب يعني نحن هلأ إذا بنا نثبت وثاقتن لأئمتنا نثبت صدقن مثلا وما في كلام من رسول الله إنه فلان وفلان صادق طيب نحن كيف نثبت صدقن نجل من روح لعند الشيعة مثلا منقول إنه لق أي والله هولي صادقين أئمة أهل البيت صادقين أو لا مثلا من روح لعند ناس هن منهم من خطن ناس ما اتدعوا ولاء لهؤلاء الأئمة ما اتدعوا مثلا شقول التزامن بما التزم به الشيعة لهؤلاء الأئمة لا يؤمنوا بعصمتهم مثلا فبترجع لناس هيك بترجع لناس عاصروهن وشاهدوهن شهادة حسية هول إذا شهدوا إنه أئمتنا صادقين أو كانوا أهل علم هيدي الشهادة يعتبر بها هيك يعتد بها طيب طبعا الله أكبر لأما عليهم السلام من المعروف جدا كمان مثل ما قالنا ممن عاصروهن إنه كانوا إذا تحدثوا حديث كانوا ما يتحدثوا إلا بالقرآن وإلا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كانوا معروفين فيه طبعا هون عم بحكي أنا مجددا من روايات معتبرة صحيحة مقبولة عند إخواننا أهل السنة إنه هود الأئمة اللي نحن نعتبره إن أئمتنا هودل إذا حدثوا كانوا يحدثون شو أو قال الله أو قال رسول الله بدي أذكر كم رواية لأنه كثير بفيدون هولا تأوية الحج مثلا إمام الرضا عليه السلام يقال أنه قال فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإن أنت حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إننا عن الله وعن رسوله نحدث يعني حصرا عن الله وعن رسوله نحدث وهو بتشوفوا الروايات اللي بتقول مثلا إنه حديثي عن إمام الصادق حديثي حديثه أبي وحديثه أبي حديثه جدي وحديثه جدي حديثه الحسين عليه السلام وحديثه الحسين حديثه الحسن وحديثه الحسن حديثه أمير المؤمنين عليه وحديثه عليه حديثه رسول الله هي هون إنه هود الناس بيروه عن رسول الله هنا روايات مذكورة بكتب الشيعة صراحة بالكافي مثلا يذكر إنه ابن شبرمة بيقول ما ذكرته حديثا ابن شبرمة ما كان على طريق يعني بيقول ما ذكرته حديثا سمعته عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي قال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله كل أحاديث ما مصادق حدثني أبي عن جدي عن رسول الله بيقول وأقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده عن رسول الله هيك هيك الثقافة بين المسلمين وقتها كانت عن هود الناس إنه هول شيء كانوا شو أئمة المسلمين أئمة العموم المسلمين مش الأئمة للشيعة مثل ما للأسف صار على أجيال يعني من عوام الشيعة وحتى من طيارات شيعية معينة إنه لأ أئمة هني يعني أئمة الشيعة ولأ أئمة العموم المسلمين ولا من رحكي أنه هن أئمة الشيعة أئمة الشيعة كانوا طارحين نفسهم أنه هن أئمة المسلمين وهيدي السلسلة سلسلة الرواية عن جدي عن جدي هذه السلسلة اللي نحن نعتبرها أئمتنا بين علماء المسلمين كانت سلسلة محترمة جدا ومن أصدق السلاسل ممن يروي عن رسول الله يعني عندك فلان يعني عندك إذا مثلا جعفر الصادق تحدث ومثلا أحمد بن حبل تحدث أو أمام الرضا ومام الجواد مما كان من أئمة على يوم السلام هيدا بيقول عن جدي مين المسلمين كانوا يأخذوا من مين من مين كانوا يأخذوا من الواضح أنه سلسلة الرواية اللي كانت موجودة عند الأئمة على يوم السلام كانت معتبرة جدا فإذا ثقافة العامة عند المسلمين كانت أنه هو الأئمة أئمة مسلمين أئمة مسلمين فهيدي بشهادة عموم المسلمين اللي كانوا يأخذوا بأحاديث الأئمة عليهم السلام أنه أئمتنا كانوا محدفين صادقين بدي أروي رواية كتير مهمة بحسة من أهم الروايات اختيار معرفة الرجال من كتاب اختيار معرفة الرجال عن ثورة بن كلايب طبعا طيب بيقول قال لي زيد بن علي شوفوا ما أجملها الرواية قال لي زيد بن علي زيد بن الإمام زيد العامة يا ثورة كيف علمتم أن صاحبكم على ما تذكرونه أنتوا رحتوا عند الإمام الباقر والصادق أنتوا ليش رحتوا لعنده ما جيتوا لعنا قال فقلت له على الخبير سقطت فقال هات ليش فقلت كنا نأتي أخاك محمدا الباقر عليه السلام نسأله فيقول قال رسول الله وقال الله عز وجل في كتابه حتى مضى أخوك فأتيناكم آل محمد وأنت في من أتينا فتخبروننا ببعض ولا تخبروننا ببعض الذين أسألكم فيه أنه جينا لعندكم رحنا عند الباقر الباقر قال قال أبي وقال جدي وكان يجاوبنا عن كل شيء بالنية جينا لعندك في شيء يجاوبنا عليه في شيء ما يجاوبنا عنه حتى رحنا عند أخيك جعفر حتى أتينا ابن أخيك جعفر فقال لنا كما قال أبوه قال رسول الله وقال تعالى فتبسم زيد وقال أما والله إن قلت هذا فإن كتب علي عنده يعني الناس كانت تمتحن إمامة الأنمي عليه السلام بشو؟ بالعلم 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 إنه إنت جينا عندك ما قدرت تفيدنا رحنا عن جعفر طرح هو العالم طرح هو الأعلم فإذن هون تندفع شبهة إنه والله الإمام ما بيقدر يقول عن نفسه مثلا صابق لا بشهادة علماء المسلمين بالتاريخ إنه قامتنا عليه السلام كانوا من المحدفين الصادقين ومن أصدق المحدفين طيب هون بدي بعد عشرة دقائق خليني نشوف بس بالوقت هنداش صرنا ما بعرف طيب بدي حاول خلص إن شاء الله بعشرة دقائق طيب هلأ إذا نحنا بدنا نقول أمتنا هون عليهم السلام طبعا في ناس مثل ما قلنا جيبوا مصادق للأم من الاثناش نحنا عم نجيب مصادق لأمتنا الاثناش في ناس قالت والله الإمام أو الخليفة هو فلان وفلان وفلان نحنا عم نقول له الخلفاء الحق هني فلان وفلان وفلان طيب طب كيف نحنا معنا حق كيف نقدر نحنا نقول إنه مصداقنا هو المصداق الأوحد هو المصداق الصحيح حصرا وتحديدا ومش غيره لهول الاثناش في جواب يقول إنه إذا قدرنا نأسس لخصوصية فيهن لهول خصوصية فيهن من وجدت بغيرهن يعني مش بس علم غيرهن كان عنده علم ممكن يقال مش بس تقوى غيرهن كان عندهم تقوى مش بس حديث وتحديث عن رسول الله غيرهن حدث عن رسول الله في شي تاني منقدر نشوف إنه والله هول الأأمة هني هول التسعة مام علي الحسن والحسين فرغنا منهن قلنا هو أثبتناهن ولكن في شي عن الأأمة التاليين تاريخيا عم بحكي وإسلاميا مش مذهبيا إسلاميا عموم المسلمين نقدر نقول إنه هيدا كانت ميزة فيهن وكانت خصوصية فيهن غير عن غيرهم هون بنرجع للتراجم للبيوغرافيز يعني اللي كانت تنقل عن عنهن طبعا إزبنا ننقل هيك تراجم مما ما بننقلها من موالين ما بناش ننقلها من شيعة بل بالعكس إزا مننقل هيدا التراجم ما قيل فيه هؤلاء الأأمة يعني بسيرة حياتهم إزا نقلناها من ناس منن من الموالين لهم ومش بالضرورة بيملكوا يعني رؤية سلبية عليهم بس ما بيملكوا رؤية إيجابية بتنصبهم بمواقع عالية ف ففايدة هيدا الشيء أولا بينتفي احتمال الوضع والجعل والكذب يعني أنه ما فيه دس ووضع حتى يقول والله أنتم يا شيعة جعلتم أأمتكم هاك لأنه يقالوا ويتهموا الشيعة أنه قالوا في أئمتهم كذا وكذا وكذا يعني هن مثل اخترعوا هوا الأأمة اخترعوا إمامتهم يعني وبالوهن فيها وألفوا عليها وبنوا عليها أباطل فيه تهم هاك يعني صار فيه وضع ودس من الشيعة عن الأأمة أأمتهم فإذا جبنا نحن شواهد من ناس ما كانوا مواليين له الأأمة بينتفي احتمال الوضع والدس أنا عم نحكي احتمالات عم نحكي تاريخ واحتمالات ما هاك بينتفي احتمال التضخيم أنه مثلا أنتم ضخمتم ما في تضخيم فلان والله منه موالي حكي عن إمام زين العابدين كذا وكذا طيب وإذا كان حتى أنه والله مواقف هول الرواة كانت مواقف سلبي من الشيعة من الشيعة الشيعة بس مش من الأأمة أأمتهم وهنا تشوفوا أنه صار في يعني للأسف مثل ما قالنا بالفكر الشيعي صار في نوع من حتى نحن نميز حالنا عن والله السنة مثلا أو عن غيرنا من المسلمين يقال أنه نحن حطينا بأأمتنا ما ليس بهم أو ادعينا عليهم بما ليس بهم أنه الإمام مثلا كان والله يلعن الصحابة فرضا ما مصصادق الناس عن الإمام الصادق عليه السلام وشوف أنه هذا الحاجز النفسي كيف ما كان موجود بس هلأ صار موجود عند الناس لأنه كانت ما يعني هالأمور اللي اللي بناشوف فيها الشيعة عادة ببعض الخطوط الفكرية ما كان موج ما كان فيه دليل تاريخي إله بهالطريقة وإلا كانت عاملة صد ردة فعل منها جيدة طيب وما بيكون فيه احتمال ولو ضئيل أنه هول الناس مثلا حكيوا أو مدحوا السلطة مع أنه وقتها بعهد الأمويين وبعهد العباسيين السلطة كانت شايفي فيهم لهو خطر أنه هولي مثل احتمال بديل هولي بديل للخلافة طيب مثلا أنه يروى أنه كانت بني أمية إذا سمعت بمولود اسمه علي قتلوه فبلغ بذلك رباحا فبلغ ذلك رباحا في واحد رباح كان عنده ولد اسمه علي رجع سماع علي هذي بترجمة علي بن رباح سماع علي لأنه خاف علي يقتل من بني أمية طبعا إذا حدا إجا مدح علي مثلا بهذا الزمن أو مدح حدا من أتباع علي هيدا شي بأوة الحجة إنه هيدا واحد بقوله حامل صديبه عظهره وحكي كلمة مثلا حكي كلمة حق تحت الخطر فهيدا بيعطي إيمة أقوى للروي صرت هخلص هأذكر بس جمل شو قيل بالآن ما عليهم السلام إمام زين العبدين عليه السلام في سير أعلام النبلاء للذهب بيقول وهو السيد الإمام الهاشمي المدني وكان له جلالة عجيبة وحق والله له ذلك فقد كان أهلا الإمامة العظمى لشرفه وعلمه وتألهه وكمال عقل يكمل لمواصفات كمال عقل تأله علم كان أهلا للخلافة يقال وهذا الدهب معروف أنه إذا في شيء بينقله ما بيوافق إليه بيمتقد بيلسع فلأنه بيحكي مثلا بيقول أنه لما بيمتقد ما لا يعتقد به الشيعة بيقول مثلا لما بيحكي عن زعم الشيعة في المهدي بيوصف أنه جهله هواء وزواء العقل وواء من سادات التابعين أحد الأئمة الاثنى عشر بمعنى الأئمة الاثنى عشر السنة يعني من سادات التابعين بيقول الزهري عنه كمان من العلماء بالعهد الأموي ما رأيت قرشيا أفضل منه طيب هيدا كلام بالعصر الأموي العصر الأموي اللي ذكر كلام سمحت السيد من فترة أنه عداش كان الأمويين مديقين على كل شي خاصه بالإمام زي العابدين وكل تواصل معه العصر الأموي كان إمام وصل صيته لهيدا الدرجة حق تصر الإمام الباقر عليه السلام كمان الصفة دي بيقول الوافي الوافي بالوفية بيقول وكان يصلح للخلافة كان من أحد من كان أحد من جمع العلم والفقه والديانة والثقة والسؤدد وكان يصلح للخلافة علمان الباقر كمان ابن خلاكان بيقول كان الباقر عالما سيدا كبيرا وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم طيب تهذيب الأسماء بيقول سمي بذلك لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وعلم خفيه وهو تابعي جليل إمام بارع جمع على جلالته معدود في فقهاء المدينة وأئمتهم عفوا مجمع على جلالته معدود من فقهاء المدينة وأئمتهم من فقهاء المدينة من أئمة المدينة بالمعنى العام عند المسلمين كإمامة المسلمين هذا الحديث عن مين اللي كنت عم تقول عن الإمام الباقر هنا عم يتكلموا عن الإمام الباقر عليه السلام بس من هذا عوامل ناسها كانت تحكي ولا في هذا حديث؟ لا 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 عم بحكي هم مؤرخين من إخواننا السنة من علماء السنة مؤرخين وكتاب حديث إن شاء الله علي كمان يفيدنا بس نخلص ويصلح لي إذا في شيء عم غلط فيه طيب فهول من الناس المعتبرة يعني من الناس المعتبرة من علماء السنة في الحديث والتاريخ طيب سير أعلام النبلاء بيقول عن إمام باقر وأبو جعفر الباقر وكان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن واتفق فلا بيقول طبعا لا يبلغ من القرآن درجة ابن كثير بيقول أنه كان عالم ولكن فلان كان أعلم منه بالقرآن ولكن بيقول واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر يعني الحفاظ كان عندهم شيء أنه إذا صار فيه اختلاف يروحه بيحتاجه عند إمام باقر عليه السلام طيب ابن كثير بيقول أحد أعلامي هذه الأمة الباقر علما وعملا وعبادة ونسبا وشرفا وهو أحد من تدين به طائفة الشيعة وكذا وكذا مام الصادق نجل المام الصادق كمان الإمام العلم المدني هل من نفس المصادر أو هلأ حأث المصادر الإمام العلم المدني وثقه يحيى بن معين والشافعي أبو حاتم بقول عنه ثقة لا يسأل عن مثله مات آرن بينه من حدثين لا يقرن جعفر إلى هؤلاء صالح بن مسعود بقول جعفر بن محمد كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثلي حديثي طيب ليك يعني ليك شو كان يحكى عن الأئمة عليهم السلام بس هلأ شوف أي حاجز يعني صار عندهم عن بيننا وبيننا وبين الشيعة أنه نحن بس نقول له أن أئمتنا نغري عصمة أول شيء معصومين أئمتنا معصومين بس هيك يعني بتبلش بهيك أئمتنا كذا وكذا لأنه بتشوف بالكتب في كومنس في تعليقات أنه وقالت فيهم الشيعة أنهم معصومون كالأنبياء وكذا 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 ولكن قالت فيهم الشيعة بس هنه بجلوهن للأمام الصادق عليه السلام عن الأمام الكاظم عليه السلام كمان الذهبي بيقول وكان صالحا عالما عابدا متألها طب نحن لما بنقرأ هكي روايات نحن فينا بكل وضوح نقول أنه نحن هول الناس شفنا فيهم أجمل وأنصع صورة لا أئمة ممكن يتبعوا في أخذ الدين عنهم وعشان هيك أخذنا منهم الحنبلي بيقول بيقول عن المام الكاظم ثقة من أئمة المسلمين كان صالحا عابدا جوادا إلى آخرين معهم الرضا عليه السلام كمان كمان حقفه شوي هون بس أنه المام الرضا فيه له خصوصية أنه الكلمات اللي نقلم بحقه كانت عن جد أكثر من أن تحصله خاصة بعد ما أنه استلم ولاية العهد واشتهر صار مشهور جدا وانتشر بعهده من معارف التوحيد والإمام اللي منتشر يمكن عن الأئمة التانية وكان من العلم والدين والسؤداد بما كان إلى آخره طيب يجي مام الجواد العسكري الهادي والعسكري هلأ هو الأئمة ذكر عنهم بعض الأمور ولكن مش مثل الأئمة اللي قبلهم لأسباب معينة لأسباب أنه كانوا موضوعين بالإقامة الجبرية كانوا نوعا ما محبوسين ولكن طلع أشياء عنهم طيب نحن لما هلأ منشوف أنه الأئمة عليهم السلام لما كانوا يعني نحن نحن نطلع بهذه الظاهرة الظاهرة التاريخية ماشا نحكي هلأ تاريخ حيختم بهذه الضاهرة التاريخية ومنشوف أنه هل هول الأئمة هني ممكن يكونوا مصداق لهول الخلفاء الـ 12 اللي حكي عنه للنبي نحن عادة نهدف على مبنى لشهيد الصدر وأنه لما نواجه ظاهرة معينة أول شيء نطلع منشوف أنه بدنا نفسرها ولتفسيرها منشوف شو فيه احتمالات هيدا الاحتمال أو هيدا الاحتمال أو هيدا الاحتمال لكل احتمال لكل فرضية يعني فيه احتمال معين بيكبر أو بيقل يعني مثلا إذا هيدا أحد العلماء يطرحوا هيدا المسألة إنه مثلا إذا أنت في قطة الصبح لقات على سطح بيتك ماي طيب شو الاحتمالات أو إنه شتت أو إنه البلدية خيأت عم تغسل بيوت العالم أو يعني فيه احتمالات معينة طيب تجي أنت بتطلع بتشوف شواهد وقراءة بتقول لا والله يعني البلدية مش ممكن تكون هي لأنه مثلا فيه فاية على مطرح بالسطح ما ممكن تكون واصلت له البلدية فرضا فبتقول إنه احتمال الأعلى هو شتة فبتبني على إنه شتت طيب هاي ظاهرة طبيعية طيب نحن لما نشوف بالتاريخ هيدا في ظاهرة طبيعية منشوف إنه فيه أأمة هن 12 ومنشوف إنه هن من أولاد علي وفاطم ومنشوف إنه 8 من درية الحسين عليه السلام ومنشوف إنه هولي كانوا متصرين زمانا جيل بعد جيل ومنشوف إنه كانوا جميعا من أكابر المسلمين ومنشوف إنه ما حدا تدعى إنه تعلم برا كله بيقول تعلمني أبي كله بيقول تعلم من بيه من بيه عن رسول الله ماهي وما يعني ما ثبت إنه التلمزوا على إيد غيرهم وهيد الخصوصية كملت 250 سنة ظاهرة ماهي طب نجحنا بنقول الاحتمالات شو هي الاحتمالات أنا بهذه الشغلة بتذكر لما كنا عم نحكي عن الله سبحانه وتعالى وفرضية الخالق إنه فيه احتمال يكون صدفة وفيه احتمال تاني إنه يكون فيه خالق بس إذا بيكتبني على إنه صدفة فيه كتير احتمالات بتكون أنت محتملة إنه صارت وإنه تصير بلا تدخل إليها بصير احتمالها جدا ضئيل ماهيك؟ إنه احتمال إنه مثلا الـ ركبت حالة بحالة هاك احتمال ضئيل بدون ما أن يكون إله مش بوله أسس كوانته احتمال بإنه العالم بدأته بهذه الذرة بهذه الشغلة إذا ضزيحة شعرة بيخرب كل شي إنه والله صدفة لا يعني هذا احتمال ضئيل واحتمال الخالق احتمال أعلى فبتاخد بالاحتمال الأعلى بتشوف إنه هادي ظاهرة ما تكررت بالتاريخ على أجيال عم نحكي أب عن ابن عن ابن عن ابن والله ماشي بتشوف ظاهرة بالتاريخ فردان ما بعرف أرسطو أو حدا يعني ابن سينة خي طب هو علماء فردان كانوا كانوا كبار طب هل إنه هذا العلم كمل لابنه لابنه لابن ابنه حتى بالأنبياء ما شفناها شفنا إبراهيم إسماعيل ما شفنا من بعضها أكتر طيب فبس تشوف هاك ظاهرة أو صدفة أو ساعتها بتقول لا النبي اللي كان عم يحكي عنهم الـ 12 واحد هني هول وهيدي الصدفة التاريخية الصدفة التاريخية وهيدي الواقع التاريخي بالعكس كمان بيّن إنه رسول الله اتنبأ بالمستقبل لأنه هولا كانوا من أهم مصادق هايدي الخلفاء أو حديث الخلفاء الـ 12 أنا هدا حديثة باعتذر اتأخرت عليكم باعتذر كتير 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 ما توقعت هلقا دي يخد معي وقت فالخلاصة هي إنه في ناس حتى بتبني على إنه مثلا الإمام زمان صلى الله عليه ساعتها أكيد على هذا المبنى إنه هو ولد أكيد ولد لأنه ما فيك تقول والله إنه إيه حتسائب إنه ليك الـ 12 ما ولد يعني السائبة تزلطت 11 واحد بس الـ 12 ما هتزبط عم بيحكي احتمالات عم بيحكي احتمالات طبعا الناس بقدر تأخذ بهالكلام وبتقدر ما تأخذ بس هيدا هيدا أرضية منقدر نخاطب فيها غير الشيعة غير الموالين لنقول يا جماعة لأمي نحن لم نتخذينهم نحن نتخذينهم لأنهم علماء لأنهم هني أعلم أهل زمانهم لأنهم بيشهادة علماء المسلمين خي أنهم هني من العلماء الكبار لأجلاء نحن اتبعناهم والسلام هلأدي يعني هيدا هي اتباعنا لأمه والحمد لله رب العالمين